لم ينتهي مسلسل القصف وما أسفر عنه من مجازر ضد الأبرياء في غزة لينضم إليه التجويع والتعطيش جراء الحصار المطبق وبينما يكافح سكان شمالي غزة للبقاء على قيد الحياة ينتظر الآلاف منهم توزيع الطعام فيما تبقى من مراكز للإيواء حاملين أوعية فارغة ولأن الحياة بالمرة تعبانة هاي لابن نفدور عنيفة المياه نفدأكل في الشي لا عندنا رز ولا عندنا حمص ولا عندنا سكر ولا عندنا ضحيف حياتنا بالمرة ولا بناكل ولا بنشرب عشتنا يعني أمار من الميتين ما استشهدناش من الموت استشهدنا من قلت الأكل من الجوع وإلى جانب الجوع تفقد المياه الصالحة للشرب ليصبح توفرها من النوادر ما يعني أنها حرب ضد الفلسطينيين وليست المقاومة فحسب يقول السكان المنكوبون أطفالنا قاعد بتشرب من ميت المجاري قدر شوفوا ميت المجاري اللي الناس قاعد بتعبي منها وبتشرب هذا مش وضع ولا حل ولا عمر كان حل وين الدول العربية؟ زعماء العرب الله أعطاهم كرسي يقعد عليه ومنصب اللي خاف الله تحت راية الإسلام وين الإسلام اللي عندهم؟ هذه حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمل من نساء من أطفال من كبار السن هذا شيء لا يطاق ولأن الطعام منعدم والمياه نادرة الوجود فمن الطبيعي أن تنتشر الأمراض والأوبئة بين سكان القطاع لا سيما الأطفال بعانوا من الإسهال، بعانوا من الجدري، الأطفال، بعانوا من الجرب، بعانوا من القامل والسيبير يعني إيش حياة هذه؟ هذه حياة معدومة تؤكد هيومان رايتس ووتش أن حكومة نتنياهو تستخدم تجويع المدنيين أسلوباً للحرب في القطاع المحتل وتعرقل عمداً دخول المساعدات الإغاثية وتجرف المناطق الزراعية ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان حرب تجويع بلغت ذروتها في غزة بعد منع الإمدادات الغذائية وقصف المخابز والمصانع والمتاجر وخزانات المياه وفقاً للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان فيما تقر الأمم المتحدة بأن مليون طفل في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد كما يشكل سكان غزة 80% من مجموع الأشخاص الذين يواجهون الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم